طبعا مش قول مرة تنورنا نورتنا قبل كده كذا مرة وابنستمتع كمان جدا بقراية المشاهد بقى المختلفة مع حضرتك بس انا حبدأ من طبعا مطش يوم الاحد مع الاهلي والاتحاد المنستري وناس كتيرة جدا بتتكلم ان انا لازم لازم حط تحتها كده كذا خط لازم افوز في المبارادي ليه مش لاهميتها فقط لفكرة هنا انا عايز اعمل ضربة بداية حلوة عايز ابدأ بتفاؤل عايز اعيد الثقة تاني للعيبة وللجماهير فالموضوع بالنسبة لنا مش مباراة وخلاص لا الموضوع بالنسبة لنا اكبر من كده بكتير خلينا نبدأ من هنا اولا كل سنة حضرتك طائبة والشعب المصري كله بخير وسلام ذكرى المولد النبوي واحتفلت اكتوبر وليه الشرف طبعا ان انا بكون مع حضرتك ما كانك دا كنت نحسين طبعا بتشرف دايما حضرتك بتقولي ان لازم ان احنا ان شاء الله بإذن الله مباراة المنستيرين ان احنا نفوز انا بشوف ان الكلام اللي حضرتك بتقولي دا واقعي بنسبة كبيرة لان النادي الاهلي محضر تحضير كويس اي نجاح طبعا لازم يبقى له تحضير بشكل كويس وبشكل علمي النادي الاهلي اول حاجة عملها لما حصل الدروب بتاع السنة اللي فاتت شوفنا ايه الاخطاء اللي عندنا اولا راحت اللعيبة لان اللعيبة كان بالها تقريبا موسيمين او تلات مواسم التلاحم والمواسم ورابعة فكانت الامور صعبة فدي كان احسن قرار انا بشوف ده كان احسن قرار الادارة خديته ان اللعيبة اللي موجودة انها تستريح من الانتندايات او ان انا سعيب لعائبة جديدة او الكلام ده كله لان انا عندي بالدليل ان اللعيبة اللي عندي عندي سكواد كويس جدا ندل اهلي من احسن السكواد ده جابل مطلقت قد شاك اصلا واكبر دليل ما انا بقول حضرتك او اكبر دليل كمان ان الفرقة دي او اللعيبة اللي موجودة ديت لعبة ثلاث نهايات افريقيا متتالية ورا بعد دي دول يعني زي ما بنقول يعني عملوا حاجات كويسة جدا لنادي الاهلي لأبوكاس عالم للأندية فالخامة أو اللعيبة اللي موجودة لا سكواد كويس هو كان ينقصنا الراحة والحمد لله أن النادي الآلي خد الخطوة دي وشايف كمان مع مستر كولر من البداية الشكل التنظيمي كمان كويس التدريبات والأحمال حاجة كويسة جدا عادي زاكر الفريق المنافس بشكل كبير حتى كان منزل هو صورة لي وهو بيزاكر الفريق وقال لك أنا ما عنديش أجازات الأجازات دي أو الراحة دي بياخدوها اللعيبة بس كانت حلوة باته أنا أقول لحضرتك حاجة النجاح بيبني يعني لو في مدرب المؤشرات بتاعت النجاح من أول التحضير والكلام ده كله والنظام والكلام ده كله يعني أنا سامح حاجة صغيرة قوي ممكن تفوت على ناس كتيرة أن موضوع الموبايل ممنوع أن أنت لو دخلت النادي خلاص الموبايل ما ينفعش أن تتكلم في الموبايل أصلا يعني مش التمرين النادي بالضبط أن أنا لعيب روحت النادي مجرد أن أنا دخلت النادي خلاص أنا أشوف شغلي أنا فمعسكر بقى اليوم الواحد ما عنديش رفاهية النجاح فالحاجات التفاصيل الصغيرة دي لما المدرب بيبقى أخد باله منها يعني بتبقى دي مؤشر قد إيه الراجل ده مهتم أو قد إيه الراجل ده منظم أو قد إيه الراجل دوت محتاج اللعيبة أنها تبقى مركزة بشكل كويس فالاستعدادات دي والنظام دوت بأمر الله يبقى مؤشر كويس إن شاء الله بإذن الله إن احنا نقدر نعمل حاجة كويسة في المباراة القادمة مع المنستيري هو كمان كولور ذكي للشيء إن هو درج الوديات يعني أول حاجة بيتروجات بعد كده أسوان بعد كده طلع الجيش الأداء هنا كان رائع جدا جوال خماسية جميلة أسوان تعثرنا شوية في البداية لقدرنا إن احنا نفوز طلع الجيش كان فيه تعادل برضو يعني أنا بشوف إن هي فرق مختلفة يعني كل فريق من ده بيختلف عن التاني بشكل كبير جدا في التاكتك وفي التنظيم وفي طرق اللعب في الدفاع والهجوم وغيره فده بيدي برضو إلى حد ما كده لعب أو شغل حلو على الأرض بيبين بقى ما بين اللعيبة ببتدي تفهم فكر كولور على الأرض برضو تالي دي فرقة جامد الوديات برضو بالزبط أي مدرب في الدنيا المباراة الوديات دي في فترات الإعداد بالذات بتبقى مؤشر لفكر المدرب إن هو يقدر إن هو يوصله للعيبة وإن الحاجات اللعيبة بتاخدها في التدريبات سواء الخططية أو الأحمال البدنية أو كلام ده كله بتحاول إن أنت تطبقها في المباراة الرسمية فبشكل كبير إن ممكن تلاقي عشان كده دايما بتلاقي دايما ما بيبقاش مؤشر يعني بنسبة كبيرة المباراة الوديية إنها هتديني مستوى الفريق بعد كده أكيد بالزبط الأهم من النتائج والكلام ده كله قد إيه الفرقة بتطبق فكر الراجل اللي هو الجديد أو طريقة اللعب أو النظام والتحركات من غير كورة الكلام ده كله ده ده الأهم فالموضوع النتائج أو الأداء أو إنه يبقى بشكل بنسبة كبيرة بيبقى مش محبز إنه يبقى بشكل كبير أو كويس في الفترات اللي هي بتوقع في البداية بفترات الإعدادات أنا عندي نقطة مهمة جداً بيبقى حضرتك كمان حضرتك لاعب سابق وأكيد الحتة دي لمساك أكتر من أي حد بيتكلم من بره أنا دلوقتي كنت في موسم صعبة جداً والموسم ده عدى علي فيه إحنا ليه بنقول استثنائي استثنائي مش فكرة النتيجة مش مهم إحنا كده كده تاريخنا معروف مش فرقة معايا خلص موسم يروح أنا بتكلم عن اللعيبة اللي اتضغطت بشكل كبير جداً وقصيب منها اللي أصيب والي استبعد ورجع وحاجات زي كده فالناس دي رجع بموسم جديد إن شاء الله يبقى موسم مختلف بس لسه برضو التأهيل أنا مش هقول الفني النفسي مهم أنا دلوقتي غبت شوية عن الملاعب أنا أدائي ما كانش حلو الموسم اللي فات إزاي بقاهل اللعيبة نفسياً ودي شوية غايبة عننا وتأثرها قد إيه بيكون فارق في الملعب كابتن حسين لو حضرتك تقول لنا أن أنا بببدأ نفسياً أعد كمان اللاعب بجانب إعدادي ليه فني لأن فني الواحده مش كافي على فت هو الموضوع بيبقى متكامل سواء العنصر البدني أو الخططي أو النفسي أو الزهني أو كلام ده كله هو موضوع متكامل أوله اللي إحنا كنت بكلم فيه اللي كنت بكلم فيه مع حضرتك من شوية اللي هو فترة الراحة اللي خدها لعيبة النادي الآلي فترة الراحة دي بالنسبة للعيب إن أنا بفصل عن الكورة إن أنا بروح مثلاً بستجم في أي مكان أو بخرج أو بشوف أولادي أكتر أو يعني ببعد عن تفكيري أو زهني بيبعد عن الكورة بشكل كبير ده جزء كبير جداً مهم إن أنا لما برجع برجع بب بشتياء الرجوع بعد كده هو دلوقتي ما بيبقاش زي لما كنت أنا مضغوط والمطشاط وبفكر من مطش المباراة لوراه خلال ثلاثة أيام وكلام ده كله فكان فيه ضغط نفسي كبير أو زهني على اللعبة لما باخد فترة الراحة الطويلة ديت أو الراحة المناسبة ديت وبرجع تاني دايماً اللاعب الكورة بيقوم مشتاء إن هو الكورة يجعل ويبهر بشكل أفضل وأداء أفضل بس عادة الثقة لللاعب اللي هو ما تأثر سواء بالإصابة أو بعدم التواجد أو بالضغطات يعني أو بالمستوى المختلف عادة الثقة دي دور اللاعب ولا دور المدير الفني دور اللاعب ودور المدير الفني والأخص كمان بتبقى الجهاز الفني إن هو إزاي بيحاول إن هو يخرج اللاعب من موسم مش عايزين نقول سايق أو موسم ما كانش بشكل يرضي النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي فإزاي إن هو يخرج أو ينسيهم الفترة اللي هي كان الأداء فيها ما كانش كويس أو كان في الأداء فيها ما كانش كويس لكان عدة أسباب كثيرة وبشكل كبير واخدى بالحضرتك فلما بيتكلم دايما المدرب في الحتة الخططية والزهنية والبدانية والكلام ده كله أكيد فيها بيبقى جزء نفسي بشكل كبير جدا واخدى بالحضرتك إزاي جزء تاني بيبقى على اللاعب إن أنا راجع من موسم برضو ما كانش كويس إن أنا عايز أثبت وجودي مع مدرب جديد عايز يبقى لي مكان في الفريق عايز بطولات للنادي الأهلي تاني عايز عوض الفترة اللي أنا كنت فيها ما كنتش كويس وهو ده اللي إحنا عايزينه عايز عوض الفترة اللي إحنا عايزينه